موسيقى اهلا وسهلا بمشاهدين هذه القناة اتمنى لكم مشاهدة طيبة شجرة الباباي عندما تكون عمرها ثلاث سنوات تنمو على ارتفاع الستة امتار ويصبح من الصعب قطف محصول التمار من الشجرة ويصعب ايضا التعامل مع الافات ويصعب تلقيح الازهار الانتوية وتحتاج الشجرة الباباي الى مكان ملائم بعيد عن حركة الرياح وشجرة الباباي حساسة لتأثير الرياح بأوراقها قبل ان نبدأ نطلب من المشاهدين الكرام الجدد بالاشتراك في هذه القناة ووضع اعجاب وتفعيل الجرس حتى تصلكم الشعارات الفيديوهات الجديدة وابقوا الى النهاية كيفية تجعل الشجرة الباباي قصيرة عن طريق تني الساق الشجرة الباباي سوف نقوم بتني الشجرة الى الاسفل لتقليل ارتفاعها وجعل نمو الشجرة افقيا يجب احضار سكين حاد طويل بحيث يخترق مركز الساق الشجرة وتحضير معقم كحول ان تعقيم الادوات المستعملة في عملية اجراء الشخوق في الساق الباباي مهم جدا حتى لا تنتقل الفطريات داخل الساق وينتج عنها تعفن الساق وموت الشجرة التوقيت المناسب لعمل الشقوق في الساق الباباي يفضل فصل الربيع في الجو الدافئ سنع الشقوق بسكين في الساق الشجرة الباباي من الداخل سهل القطع لوجود المركز الساق مجوف ويمكن تقصير النباتات الباباي عن طريق قطع الساق الى ثلاثة واربعة شرائط عمودية والصاق اكتر سماكة من خمسة الى ستة شرائط عموديا او من تمانية الى عشرة شرائط على الساق الناضجة اكتر سماكة للحصول على التأثير الحناء الفاعل بحيث يمكن شد الساق ببطء للحناء فان اللب الداخلي للباباي يشبه نبات الخيزران المجوف وهو السهل القطع بالسكين عمل عديد من الشقوق الرأسية في الساق بحيث يكون شد الساق للحناء على عكس النباتات الأخرى سيكون من الصعب تنيش شقوق الموجودة في الساق الخشبية او الاكتر صلابة وقد تنكسر بعض الشرائط اثناء الحناء في مثل هذه الحالة قم بتغطية الساق الذي به شقوق بكئس بلاستيكي واحكم الرب بخيز جيدا لحمايته من الماء والمطر حتى لا تصاب الشقوق الداخلية بالتعفن بالفطريات والآفات ان الشقوق العميقة في الجدوع او الصاق لن يقتلها الشجرة فيجب وضع بلاستيكي لحماية الجروح بالصاق وكما يجب وضع تحت الصاق حامل من الخشب بحيث الصاق لا ينكسر ويبقى الحامل الخشب حتى تتعافى الجروح بالصاق وهذا يحتاج الى بعض اسابيع بعد التأكد من تعافي ستتعافى الشقوق الموجودة على صاق نبات الباباي الصغير عند عمية تني الصاق في غضون ايام قليلة فقط بينما تستغرق الاشجار الناضجة في بعض اسابيع حتى تتعافى عندما تقوم بعملية تني الصاق شجرة الباباي يسهل لك تقديم خدمات للشجرة ومثل عملية تلقيح الازهار الانتوية وكما يمكنك حصاد التمار والكشف على الآفات ومعالجتها شجرة الباباي شجرة اقتصادية اتوفرت العوامل النمو تدخل الانتاج بعد عدة اشهر من جراعتها شكرا على المشاهدة ونطلب منكم وضع اعجاب كما نذكر مشاهدين الجدد بالاشتراك في هذه القناة وتفعيل الجرس ليصفكم الاشعارات بالفيديوهات الجديدة كما يمكن متابعتي على الرابط الصفحة اسفل او اجراء مسح بالنقال على QR code لتجد الرابط الصفحة في القناة وشكرا مجدد اشتركوا في القناة